بداية جديدة وهي البداية آتية من الفعل فعل منفصل معناه بدأ يبدأ غير منتظم أضفنا للصفة في آخرها لأننا عندنا النوميناتف وعندنا الاسم بأدات تنكير اسم مذكر بأدات تنكير في حالة كانت أدات تعريف وليس تنكير البداية الجديدة تود ليزا أن تقوم بتكوين مهني كأخصائية فندقة أين أوس بيلدون مخن؟ القيام بتكوين مهني دي هوتيل فخفخاو أخصائية فندقة دير هوتيل فخمان أخصائي فندقة زي بيوربت زيخ ديزن مونات ام اين أوس بيلدونك بلاتس تتقدم بطلب لمقعد تكوين مهني هذا الشهر زيخ بيوربن يعني تقديم طلب فعل انعكاسي بلوس أكوزاتيف تقديم طلب لدراسة عمل أو تكوين مهني يكون معه حرف جرؤوم زيخ بيوربن أوم تقديم طلب لشيء ما والشيء يكون في أكوزاتيف لأن حرف جرؤوم دائما نستعمله بلوس أكوزاتيف دير أوس بيلدونك بلاتس وبأدات تنكير آين أوس بيلدونك بلاتس ولكن في أكوزاتيف أدات تنكير آين عندما يكون الإسم مذكر تصبح آينا ديزن مونات هنا عندنا أكوزاتيف مع تعبيرات الزمن أو الوقت غالبا ما نستعمل في اللغة الألمانية أكوزاتيف للإشارة إلى نقطة زمنية محددة يحدث فيها شيء ما ديزس يا هاذه السنة ييدن متفوخ كل أربعاء لتستوفوخ الأسبوع الماضي ييدن موغن كل صباح ييدس كل نهاية أسبوع إلى آخره إش بيوغب مش أم أينو نويشتيل أنا أتقدم بطلب لوظيفة جديدة ميش دامير إنعيكاسي أنا في أكوزاتيف وأينو نويشتيل أيضا في أكوزاتيف لقد تقدموا بطلب لتدريب في الخارج داس براكتيكم هو التدريب التطبيقي سيح بيوغب هو الفعل سيح بيوغب في الماضي و تفكر في أي مدينة تود العيش الفعل أبليغن معناه فكرة أو أدار الأمر في ذهنه إش أبليغو نخ ما زلتوا أفكيرو سي أبليغت أب سي داس بوخ كوفن زول تفكيرو فيما إذا كان ينبغي عليها شراء الكتاب إش أبليغ ما إش هويتو ماخن زول أفكيرو ماذا ينبغي علي أن أفعل اليوم إن فيلشا شتات يعني في أي مدينة لابن إن بلوس داتيف يعني العيش أو السكن في مكان ما فيلش تعني أي تتغير على حسب الحالة وعلى حسب أدى التعريف أو تنكير الإسم عادة ما تستخدم عند طرح أسئلة تحتوي على عدة اختيارات فيلشا تاك است هويتو ما هو اليوم يعني هناك عدة اختيارات الأربعاء الجمعة أو السبت إلى آخره فيلش فعب ماكستو أي لون تحب أو ما هو اللون الذي يعجبك الأحمر الأصفر الأخضر إلى آخره في أي بلد تعيش هناك عدة بلدان إذن في أي بلد أي بلد أنت تعيش فيلش يمكن أيضا أن نستخدمها لكي نشير إلى عناصر محددة ضمن مجموعة يمكنها أن تقول لك أي صورة هي ترسم يعني في فصل الصيف تعمل في محل و تستقل كل صباح متر الأنفاق إلى العمل الفعل نيمن عنده عدة معاني هنا يأتي بمعنى استقل دي أوبان وهو متر الأنفاق ولأن عندنا أكوزاتيف لأن الفعل نيمن فعل بلوس أكوزاتيف دي أوبان تبقى أيضا في أكوزاتيف دي أوبان غالبا ما تفوت ليزا متر الأنفاق الجملة تبدأ بأفت للتأكيد تأكيد أن ليزا غالبا أو كثيرا ما تفوت متر الأنفاق الفعل فرباسن فعل بلوس أكوزاتيف معناه فواتا يفوت هي تفوت القطار إش هاب دين بوس فرباست لقد فوت الحافلة دين بوس ودين تسوك في أكوزاتيف لأن الفعل فرباسن فعل بلوس أكوزاتيف لأنها تصل قبل الانطلاق بفترة وجيزة دي أبفرت يعني الانطلاق أو المغادرة أتي من الفعل أبفاغن يعني انطلق أو غادرة والفعل أنكومن هو ضد الفعل أبفاغن يعني وصل يصل دي أبفرت المغادرة دي أنكومفت الوصول دير تسوك فرت أب القطار ينطلق دير تسوك كومت أن القطار يصل حرف جر فور من بين حروف الجر التي تكون أحيانا مع الضاتيف وأحيانا أخرى مع أكوزاتيف عندما نستعيله في الإطار الزمني يأتي بمعنى قبل نستخدمه بلوس ضاتيف فور ديم أسن واش إيش مينو هند قبل الأكل أغسلوا يدي داس أسن ديم أسن في الضاتيف فور ديم فيلم جين فير أسن نذهب لتناول الطعام قبل الفيلم دير فيلم ديم فيلم في الضاتيف بعد العمل حرف جر فور يعني قبل وناخ يعني بعد حرف جر ناخ دائما يستخدم بلوس ضاتيف وحرف جر فور في الإطار الزمني يعني قبل شيء ما قبل زمان معين أو وقت معين يستخدم بلوس ضاتيف بعد العمل تقوم بجلب أختها الصغيرة من مدرسة الموسيقى أب هولن يعني جلبة أو أخضرة أب هولن فون حرف جر فون دائما بلوس ضاتيف ولكن الفعل أب هولن فعل بلوس أكوزاتيف إحضار شخص أو شيء من مكانين ما يحولن دي جيست فون فلوغهافن أب نجلبو أو نحضروا ديوف من المطار دس فلوغهافن تصبحو دم فلوغهافن في داتيف إححولو دس بوخ فون در بيليوتك أب أجلبو الكتاب من المكتاب تتطلع للتدريب أو التكوين المهني يعني تطلع إلى شيء ما أن يكون الشخص فرح أو مسرور بشيء في الحاضر أو في الماضي سيح فروين على أن يتطلع الشخص إلى شيء في المستقبل إش فروي مش إبع دس جشنك أنا مسرور بالهديا سي freut sich إبع دي بلومن هي مسرورة بالأزهار دو فرويست dich اوف دس أسن أنت تتطلعو للأكل إش فروي مش أنا أتطلعو للعطلة وأيضاً نستخدموهما مع الفعل الإنعكاسي سيح فروين بلوس أكوزاتيف وتأمل أن تحصل على مقعد قريباً الفعل بيكومن فعل بلوس أكوزاتيف معناه حصل لهذا السبب عندنا في أكوزاتيف الفعل هوفن معناه آمل أو تمنى معناه في هذا السياق مقعد عندنا في الجملة لأن عندنا الفعل هوفن غالباً عند استخدام أفعال تدل على رغبات أو أمنيات تستخدم لأن عندنا الفعل هوفن نأمل أن نراك قريباً إرهوفت أين نويس أوتو تسو كوفن يأمل شراء سيارة جديدة أفعال تدل على مقعد قريباً تدل على مقعد قريباً المستخدم أو حصل تدل على مقعد قريباً كيف رغبتو